أمني قال عننا أن نستهلك التقنية ونستوردها وما لدينا التقنية في أي شيء لكن لا، ترى الحقيقة غير كذا تماماً آخر كم سنة ومع التطورات العظيمة التي تحدث في المملكة العربية السعودية قدرنا نحقق أرقام ما كانت أبداً ممكنة لو لم يكن لدينا قيادة صحيحة توصلنا لها أرقام وبصدمكم فيها فالمملكة حصلت على المركز الثاني عالمياً في الأمن السبراني مؤخراً وعلى المركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وأيضاً في القارة الأسوية والرياض مدينتنا حصلت على المرتبة الثالثة عالمياً بين مدن العالم في سرعات الإنترنت المتنقل بتقنية الجيل الخامس ولما نتكلم عن الرياض، ترى هي ثالث أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين وغير الإنجازات الدولية والحكومية فالمملكة تسعى لأنه يكون فيه جيل تقني واعي بشكل كبير وفيه عندنا خطوات للتحول الرقمي وفيه برنامج عندنا اسمه برنامج سفراء تقنيات المستقبل هذا البرنامج يسعى لتأهيل سفراء هدفهم الأول أساسي رفع الوعي الرقمي والمساهمة في الابتكار وأكيد يوم نتكلم عن العطاء الرقمي الذي يطلع من المملكة وحالياً يقام في مصر الحبيبة يوم يأتي اليوم الوطني ونتكلم عن التقنية في المملكة العربية السعودية بسم الله تبارك الرحمن قاعد على خطأ عظيمة تمشي في التطور التقني وعلى فكرة، أي واحد يرى هنا برنامج المملكة تعرفوا أننا فعلياً قليلاً نستخدم أوراق مالية تحويلات والتسديد الفواتير أيضاً، عندما نريد وكالة لأن أحد يشتري لنا بيت أو وكالة يسوي أي أمر يسويها في أي وقت في البيت 24 ساعة بدون أن نرى أحد حتى نشتري العقار أونلاين بدون أن نرى أحد وبأمور توثيق عالية أيضاً، عندما جاءتنا الجائحة، اقتصادنا لم ينزل كون أن الاعتماد التقني والرقمي جداً عالي وكل عام ومملكتنا بخير أولاً وبالمقدمة دائماً بإذن واحد أحد شيروا هذا الفيديو وخلوا الجميع يشوفوا الإنجازات العظيمة التي لدينا ليس فقط شاركوا فيديوهات عادية شاركوا فيديوهات تجيب لكم الفخر وتابعوني وكل جديد في التقنية أول بأول بإذن الله ونسيت أقول ترى أكبر صانع محتوى رقمي تقني في العالم العربي في المملكة يمكن مرة عليكم تعرفوه ترجمة نانسي قنقر